هربوا من مناطقهم خوفا على حياتهم وحياة أطفالهم من جراء المعارك لم يجدوا ملجأ آخر غير هذا المسجد غربي العاصمة كابل إنها رحلة نزوح جديدة للأفغان كأنه قدر لابد من التعايش معه اشتدت المعارك في بلدتنا بين القوات الحكومية وطالبان تراجعت الحكومة وسيطر المسلحون عليها تماما غادرنا منازلنا على عجل ولم نحمل أمتعتنا معنا نحن هنا منذ أيام متعددة ولم نحصل على مساعدات تمكننا من الصمود قصص وحكايات مختلفة ترويها العائلات النازحة عن يوميات الحرب في بلداتها القاسم المشترك هو استمرار البؤس ومعاناة لم يقتب الفصل الأخير منها بعد لماذا نحمل وذن بحر بلسنا طرفا فيها لماذا هجرنا وأجبرنا على ترك مناطقنا إلى متى سنبقى في حالة نزوح وترحال على جميع الأطراف وقف القتال ووضع حد لهذه المأساة يقول أحدث تقرير للأمم المتحدة إن المدنيين هم أكثر المتضررين من الحرب الدائرة وإن النصف الأول من العام الحالي سجل ارتفاعا قياسيا في إعضاد الضحايا من المدنيين بأكثر من خمسة آلاف قتيل وجريح من العام الماضي ويتقاسم مسؤوليتها أطراف الصراع أغلقت دول الجوار حدودها مع أفغانستان خوفا من موجة نزوح جديدة وفي الداخل يقدر عدد النازحين بأكثر من ستمائة ألف خلال الفترة الأخيرة مع اشتداد المعارك أعباء جديدة تبدو الحكومة عاجزة عن حملها محمود واسق كابل الميادين